تعددت الأسباب والعنف واحد في العراق الجديد تنوعت أشكاله وأساليب تنفيذه ومنفذيه وهو الثابت الوحيد في معادلة الموت في هذا البلد فالعنف الذي جاء مع الغزو الأمريكي في العام 2003 أسفر عن تبوه هذا البلد المراتب الأولى سوءا في التصنيفات العالمية في مجالي الأمن وحقوق الإنسان ورداءة مستوى العيش ففي تقرير جديد لمركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية الأمريكية كشف أن العراق يحتل الصدارة الأولى في أعمال العنف والعمليات الإرهابية من بين الدول الأخرى حيث تعرض العراق لعشرة ألاف عمليات إرهابية في السنوات الأربع الماضية وشمل هذا العنف العمليات العسكرية والاغتيالات والتفجيرات والإعدامات ضمن القانون وخارجه كما كشف التقرير الأمريكي أن بغداد والموصل وكاراتش الباكستانية والعاصمة الصومالية مقديشو جاءت في المراكز الأولى بسبب تعرضها لأعمال عنف دموية العنف في العراق الجديد لم يكن وليد الصدفة أو التلقائية وإنما كانت ثمرة متوقعة لسياسات حكومية تعسفية ذات نزعة طائفية واضحة حافظت على وطيرتها منذ العام 2003 وحتى الآن ففي آخر حديث لقائد الحجد العشائري في الأنبار اللواء طارق العسل كشف أن الوضع في محافرة الأنبار أسوأ مما كان عليه قبل اشتياح تنظيم الدولة للمحافظة اللي يقول لش الأنبار زينة وعايشة في وضع وردي لا والله والله يعايشين أسوأ من المربع الأول مثل الآن قائد حشد منطقة من أقول أخابر أخوه أخابر على استخبارات الفرقة استخبارات حميلة الأنبار أقول لهم يا بها هذا بكفى هذا الولد علي تشابه إسماء لا أحد يأخذ بهذا الموضوع لا لازم ينفذون على الإجراءات وكل الكتب تمشي باتجاه القوات الأمنية كلها ومخاطبات وهذا الولد بالسجن هذا بالسجن مذبوب وأهله يدفعون فلوس وتدري أنه أي واحد يراجع لدائرة أو شرطة لازم يدفع فلوس ومش يسمع على مديوصل ابنه وبرغم الجيوش الجرارة من القوات الأمنية والشرطة والميليشيات وفرق الموت الطائفية التي تستنزف المليارات من الدولارات سنويا دعومة بتحالف دولي مكون من نحو سبعين دولة إلا أن دوامة العنف ما زالت تحسد يوميا المزيد من أرواح المدنيين وتنصف الأحاديث السياسية والإعلامية عن استثباب الأمن في العراق